مساء الخير بلال أسعد الله وقاتكم مشاهدين بكل خير وإهلا بكم إلى تفاصيل الحصاد الذي يتيكم عبر أول قناة إخبارية في الجزائر نستهل مشاهدين حصادنا بالخبر الهام الذي يظهر أسفل الشاشة ومتعلق بشأن التربوي ومثل ما انفردت به قناة النهار بلغت نسبة النجاح في مسابقة توظيف الأساتدة التي شرع في الإعلان عن نتائجها قبل ساعة الآن على موقع الدوان الوطني للمسابقات والامتحانات حيث بلغت نسبة النجاح في مسابقة توظيف الأساتدة لسنة 2016 24.95% أي ما يعادل 148.689 ناجحا في الامتحانات الكتابية أين سيتنافس هؤلاء على أزيد من 28 ألف منصب عمل وكانت وزيرة التربية قد أكدت سابقا أن الأساتدة الحاصلين على المعدل ليمكنهم صحب الاستدعاء لإجراء المقابلة الشفوية التي ستكون ما بين الثاني و الثالث من جوليا المقبل أشارت أنه تم اختيار هذا التاريخ لإعطاء الفرصة لنجحين في استخراج استدعاءاتهم وتحضير كل المراكز التي سيتم فيها إجراء المقابلة الشفوية مؤكدة في بات الوقت أن نتائج نهائية ستكون في السابع من جوليا المقبل كما كشفت المسؤولة عن قطاع التربية أنه سيتم تنظيم سبقات توظيف أخرى وتخص بعض الأسلاك ذات علاقة بقطاع التربية وللإشارة فإن عدد المناصب المفتوحة للتوظيف في قطاع التربية بالنسبة لسنة الدراسية 2016-2017 يبلغ أكثر من 28 ألف منصب في الأطوار التعليمية ثلاثة ابتداء متوسط وكذا ثانوية ترجمة نانسي قنقر